في ثلاث دقائق فخلص بقى هي اللعيبة ديوف بكل دواني بكل حاجة فخلص ماتش خلص خمسة واحد وخلصنا بس هنا لازم ارجع لنقطة مهمة جدا من خبرات كابتنا احمد الكاس ومن اخلاقه انه وقف في قلب الملعب لم الفرة كلها كدائرة حواليه ووقف في نصه وتكلم ونزل دكتور اياب كون من فوق وقال انا متحمل المسئولية تمة احنا خسرنا النهاردة بس هنصعد احنا خسرنا النهاردة بس ربنا بيابتلينا عشان يشوف احنا رجالة ولا لا انا عايزكم تنزلوا تسجدوا كلكم دلوقتي ساجدت شكر الله سبحانه وتعالى على النتيجة دي وتنزلوا تسجدوا وبعد كده ما تفكروش في اي حاجة احنا لسه ما جناش المغرب احنا هنيجي المغرب بكرة الصبح بكرة الصبح احنا هنيجي المغرب بكرة الصبح المتش ده احنا لسه ما جناش انا عندي سيخة فيكو كاملة وان شاء الله هنصعد الكلام ده مسجل واتمنى ان كان فيه صور مع المنصق الاعلامي استاذ محمد الصيغ اتمنى انه نزلها ان دي لحظة دي اللي غيرت فكر الولاد لان خلي بالك انت من الرابع واللعيبة في الملعب بتعيط تمام من الجون الرابع مش مستدقين ما حصدتش مش مستدقين مش ده التيمي اللي بيستعد بالزبط فانت اللعيبة اللي في الملعب كلهم قعدوا في الارض هو قومهم كابتن رحلهم واحد واحد وخدهم من اماكنه وما تعيطش وخلاص وما فيش راجل بيعيط واحنا 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 فدي كانت يمكن اللحظة الفارقة اللي تغير فيها السيناريو من الخسارة والخروج الى الفوز والصعوب دي من وجهة نظر انا يعني وبعد كده الاحلى والاجمل ان الكابتن احمد طلع في الاعلام في مصر مع كل ضرب والتقطيع اللي حصل فينا احنا يعني اتقطعنا اتقطعنا وحق الناس انا مابلش حاجة حق الناس تانقد بس مش من حقها انها تصف صفات تخلي الولاد يعني اصلا خلي بالك هم طعنون في حاجات كتير وطعنون احنا كجهاز في حاجات كتير جدا معين في حاجات تخرج عن ارادتنا قبل ما نسافر بعشرة ايام بتلاقي جزء من اللعيبة اللي معك مش موجود عارف لايك ابتن فوزي بس ليه الانتقادات كتحدى شوية مش من كل من البعض نفس الوقت كان ميكالي بص سبحانه محمد انا بقطعك بس معلش انتقلت انتقاد اه وانا معك في الانتقاد انتقدني زي ما انت عايز هو كان فيه خرج عن النص اه يمكن نتائج ميكالي مع نتائج وفي المرقاء الاول هي اللي خلت بقى الصورة تظهر يمكن الصورة تكون كده بس انا برضو عايز اتكلم مع الناس دول ولاد صغيرين الكلمة تفرق انت لو بتهجم منتخب مصر الكبير هتلاقي برضو فيه لعيبة زيالة اه ده قبر بيسعلوا فهمني وممكن ما تأثرش معهم لان ده منتخب مصر كبير لعيبة نطجة لعيبة عندها عائلات وعندها يعني ناس مسؤولة عندما دول اطفال مهما كان 17 سن اه في حكم الرجال ولكنهم لسه خبرتهم قليلة اول مباراة رسمية لعبوها باسم باميس منتخب مصر في حقات كتير كده يعني كان فيها خروج شوية عن النص لأ وكمان جزئية السفر والتحضير واني لأ هي تيجي 72 ساعة لأ يعني الناس لو تعرف التفاصيل دي يعني لأ كنا هنحطوا اعذار ليكوا على إله في اللقاء الأول بص الحمد لله ان ما كانش فيه اعذار والحمد لله ان الناس لأ وانتوا مطلعتوش وضعتو ده حتى ولا بررتو ده ولا حد اتكلم ركزتو في البطولة برضو وكابتن احمد قال احنا من هنا لحد آخر يوم في البطولة مش هنفتح بقنا ولا حد اتصل بنا ما تردوش واي حد يكلمكو وللو يكلم كابتن احمد الكاس وعشان كده بقولك شجاعة منقطعة النظير من كابتن احمد بصراحة بالأمانة يعني كشخصية فوق الوصف ففعلا فعلا قدر يشيل الضغوط من على اللعيبة ويحولها عليه هو بس كانت ضغطة عينها صعبة شوية في نفس الليلة دي برضو عشان الليلة دي يصد كايبة يعني الواحد ما يدارش ينساه اه بصراح كلفنا ان كل واحد فينا احنا الاربع يخش غرفة من اللعيبة غرفة غرفة حد من اللعيبة كل اتنين يقعد معهم مع بعض ولفنا على ال 11 غرفة وعادنا معهم وكل واحد ممكن انا كابتن احمد يكون طالع من الغرفة دي بعدها بخمس دقيقة اخش انا وهكذا ونقعد نهرج مع اللعيبة تهيأهم شوية للجاعة احنا بنهرج واحنا بنعيط اخرجوهم برا احنا بنهرج واحنا من جوانا بنعيط ياه الموضوع صعب برضو خلي بالك نلعب مكتن شوى غريب وخسره سبعة سبعة واحد وخسرنا وتقريبا لعبنا الارجنطين في الثلاث والرابع لا في الثلاث والرابع ثلاث والرابع ثلاث والرابع وكسبنا واحد سفر بين وخدنا ثالث على ما اعتذر ذكر يعني فهو تقريبا نفس المشهد تقريبا نفس الصعوبة ونفس المشهد ده مشهد المغرب ومصر في باريس في الالمبياد برضو نفس القصة ماشين كويس قوي ويجي ماتش ده يوف فخلاص خلصت هفلت بس هو ده يوف بتاعنا بيجي مع المغرب بس ده مش عارف بس فيعني الحمد لله يمكن اللعيبة دي لازم تشكر اللعيبة دي لازم الناس تعرف ان عندها روح عالية جدا 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 فوق ما تتخيل انت الجزائر خسران واحد سفر الشرط الأولاني لحد ديئة واحد وخمسين تعدلت وبعدين في الديار باستين كسبت ده ترجع بعد المنتدى وانت خسران خمسة الماتش اللي فات خسران واحد فخلاص بقى كله يرمي الفوت لا اعتقد ان الولاد كان عندهم ثبات فعالي قوي جدا